موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وعلمت كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ويقول الشاعر تعلم العلم وقرأ تنى الفخرة النبوة قال الله تعالى يا يحيى خزي الكتابة بكوة أما بعد في عجالة سريعة نهارضة عن القواعد الموضوعية المرفعة كنت أشرت قبل كده في لقاء عن التأمني والربط في الدفوع وإن لا أنقل الدفوع نقل حرفي شكلي دون أن أفحص جيدا ملف الدعوة وأفحص جيدا الجزء الخاص أو القصور الخاص بالملف الملطبط بهذا الدفوع بمعنى أنه دائما نسمع تلقين الدفوع كثير من الزملاء وللأسف الشديد دون اكتراس ودون قراءة ودون اطلاع مجرد ما يسمع يقول له هي قضية إيه يقول له قضية دي ضرب وفيها تقرير طبي هو شرطا يقول له ادفع بتنقض الدليل القولي مع الدليل الفاني قد يكون الدليل القولي متفق مع الدليل الفاني إزاي أدفع بالطناقض غير ما اطلع من قبل ما اطلع أو من قبل ما شوف إذا كان فعلا في هناك تناقض ما بين الدليل القولي وهي أقوال المبلغ وما ورد في التقرير الطبقي لو الأقوال متطبقة يبقى ما فيش تنقض يبقى الدفع لا يعتد به وهكذا قياسا على باقي الدفوع كل دفوعنا في أي مرافعة يجب أن تكون دفوع ما تم بحسها وتم تمحيصها بشكل موضوعي وليس بشكل أو بصورة شكلية بمجرد أن سمعت أو قرأت أن يتم الدفع في جرائم القتل بكذا وكذا يتم الدفع في المخدرات بكذا وكذا ونأخذ هذه الدفوع بشكل أو بصورة شكلية فقط يجب أن يكون هناك ربط وفحص لاختيار الدفوع فعلى سبيل المثال في المرافعة الأخيرة التي تم تداولها وتم رفعها تناولت عشر دفوع في هذه القضية وهي جناية مخدرات بدأت فيها بالمنازعة في القيد والوصف القيد والوصف لازم أكون أعرف أولاً ما المقصود بالقيد والوصف لازم أكون أعرف أن القيد والوصف هي المادة القانونية التي حددتها قانون العقوبات وتنطبق على هذا الفعل لو هناك أي فجوة أو خلل ما بين الوصف القانوني والمسؤول عن ذلك هي سلطة الانتهام وهي النيابة بتقوم بوضع الوصف أو القيد والوصف طبقاً لكل جريمة لو هذه الجريمة أو الوقعة كما تم تستيرها في المحضر وفي الأوراق الموجودة أمامك كقضية لم يظهر بها هذا الوصف يعني تم تقديم المتهم بمادة 34 ألف من قانون المخدرات وهي تنص على عقوبة الإعدام أو الأشغال الشرقة المؤفدة كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو دوايا المخدرة بقصد الإتجار يبقى إذا أبدأ أبحث في هذه المظاهر أين هي مظاهر الإحراز أين هي مظاهر البيع أين هي مظاهر الشراء أين هي مظاهر وصفة عامة من هنا يبدأ يكون دفعك دفع موضوعي دفع جاء بعد تماعهم وبعد تقراءة متأنية لملف القضية الدفع الثاني كان بطلان القض والتفتيش لتمامهما دون مصروق من القانون كثير جداً بنسمع الدفع ده وكثير جداً بنسمع الزمل اللي يدفعوا بهذا الدفع ومجرد ما يسمعوا إدفع بطلان القض والتفتيش إمتى أدفع بطلان القض والتفتيش؟ إذا انتفت إذا انتفت حالات الإسل يعني أنا النهاردة لا يحبط على شخص مهود معي لأين ما يكون حال التلاقس تبقى المادة 34 من قانون الإجراءات لأين ما يكون فيه إذن لو أنا رحت نفست قبل صدور الإذن يبقى هنا هنقول بطلان لأن مفيش إذن ومفيش حال التلاقس يبقى لازم أقرأ الملاد فيه جيداً لأن كل دعوة أياً كانت متشابهة أياً كانت المسميات ما ناخدش بالمسميات مش مجرد إن هي دعوة إن أنا بقرافع في جناية مخدرات يبقى خلاص كل الدفوع اللي في قالت قبل كده في المخدرات هي هي هتصلح لا، كل ملف كل قضية لها خصوصيتها ولذلك كل قضية لها دفوعها أياً كانت متشابهة الدفع اللي بعد كده كان بطلان بطلان القض والتفتيش كان الدفع اللي بعده كان بطلان إذن نيابة، الإذن نفسه باطل بطلان الإذن، ليه؟ لأن انتفت أركان صدور الإذن النيابة العامة أو النيابة العسكرية أو أيها كانت بجيها مصدرة الإذن، بتستند طبقاً للقانون، إما أن يكون هناك تحريات جدية أو أن يكون هناك حال التلابس طيب، قبل ما أدفع بالدفع لازم أرجع ملاك في القضية كويس لازم أبدأ الطلع هل التحريات فعلاً في حالة أنه بنى إذنه على تحريات جدية، هل فعلاً كان هناك تحريات جدية؟ هل فعلاً أركان التحريات من مراقبة وتحري وتقصي، هل فعلاً جاءت فعلاً بشكل جديد؟ قد تكون كذلك ولذلك لا يمكن ولا يجوز أن أدفع بهذا الدفع فالدفع يقول لي أي قيمة أمام المحكمة لذلك المقصود من هذا الفيديو اليسير البصير هو دائماً القراءة جيداً لملف الدعوة لملف القضية وتحديد الدفوع بشكل موضوعي فيما يتفق مع كل قضية على حدة وما نخدشي بالشكل العام من القضايا الجنايات مندفع بكذا في المخدرات منقول كذا في القتل منقول كذا في جناح الضرب منقول كذا في حالة وجود تقرير الطبي منقول كذا لا، كل هذه الدفوع دفوع متفاوتة على حسب كل دعوة وعلى حسب كل ملف فلكل ملف خصوصياته التي ينفرد بها ودائماً وأبداً المحامي يعمل على أن يجد الجديد يبحث على الجديد في ملف القضية لا يكون تقليدي يعني دعك من التقليدية بأن فلان آجي بأنا أقول فلان عملي بأنا لا، المهنة ما فيهاش كده المهنة مجالها واسع ولكن كل ذلك يأتي من خلال القراءة المتأنية لملف كل قضية وهو ما نهدف إليه من كل فيديوهاتنا ومن كل ما نقوم بتقديمه ونأمل أن يكون فيه إفادة للزملاء المحامين وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته